على الرغم من أن العراق عضو في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري إلا أنه لا يوجد قانون مشرع لتطبيق هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري فلا يزال آلاف العراقيين المغيبين لا يعرف لهم مصير ولا يزال من اختطفهم ينعم بالحصانة التي تمكنه من الاستمرار بالمزيد من جرائم التغيب هيئة علماء المسلمين في العراق تحدثت عن جرائم التغيب القسري وعرضت التفاصيل والأرقام التي تثبت جرائم الاحتلال وحكوماته المتعاقبة وجرائم الميليشيات وتواطؤ الحكومة معها وتورط جميع القوى المتصارعة على السلطة بعمليات الاغتطاف والتغيب وتناولت أيضا المواقف السياسية بشأن جريمة الإخفاء القسري وأحصتها بالأرقام والأدلة رئيس وزراء الحكومة الحالية في بغداد عدل عبد المهدي تنصل في مؤتمر صحفي من مسؤولياته باعتباره المسؤول التنفيذي الأول عسكريا ومدنيا بقوله إن اللجان الحكومي المشكلة بشأن قضية المختطفين والمفقودين ما زالت تقوم بأعمالها لكنها تحتاج إلى وقت أطول مشيرا إلى أن العثور على مفقودين كويتيين في العراق استغرق عشرات السنين عبد المهدي في تصريحاته الأخيرة يوصل رسالة إلى الشعب العراقي مفادها أن انتظار عائلات المغيبين قسريا سيطول لمعرفة مصير أبنائهم وأن عودة النازحين إلى ديارهم مطلب صعب المنال لا سيما أنه وحكومته يتهمونهم بالإرهاب وفي ذات السياق قال النائب خالد المفرجي أن فصائل مسلحة معروفة هي المسؤولة عن إخفاء ستمائة وتسعين مدنيا خلال العمليات العسكرية الأخيرة في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار فيما قدرت اللجنة الدولية للمفقودين عدد المغيبين قسرا في العراق يتراوح بين مئتين وخمسين ألفا ومليون شخص وأكد الانفرج أن ميليشيات الخراسان والعصائب كانت تسيطر على مناطق في الموصل وصلاح الدين وديالا والأنبار وحزام بغداد وأن جميع من اختطفوا من المدنيين خلال العمليات العسكرية كانت هذه الميليشيات هي المسؤولة عن اختطافهم وأن الحكومة على علم بذلك وكانت ميليشيات الحجد قد اختطفت آلاف العراقيين وزجت بهم في سجونها السرية خلال العمليات العسكرية التي جرت في عدد من المحافظات واستصمت وتواطئ حكومي